موسيقى 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 تهيئة لحضراتكم مشاهدينا وأول حواراتنا في هذا الصباح يمكن وهذا بنتكلم فعاليات معارض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 بتتواصل أعمالها والكثير والألاف والملايين من عشاق الثقافة والكتب بينهلوا من كل الإصدارات الموجودة في هذا المعرض بأجنحته المختلفة بينهلوا ثقافة وفكر وإشباع الحقيقة لكل ما يتطلعون إليه من تغذية العقل والوجدان يمكن كمان معرض القاهرة الدولي لتحقيق رسالته الثقافية لكل الفئات المختلفة بخصص دار نشر للمكفوفين أو دوي العاقة البصرية بتساعدهم على القراءة بطريقة برايل وبتمدهم بكل احتياجاتهم من المنتجات الثقافية المتنوعة جناح خاص للمكفوفين وحنا نتوقف عند هذا الموضوع تحديداً في حوارنا النهاردة مع عضفنا دكتور محمد حسن إزاياتي صاحب أول دار نشر بطريقة برايل وهو الحقيقة مشارك في هذا الجناح بنرحب بيك أهلاً بحضرتك وباستاذ الأعزاء المشاهدين سعداء أنت موجود معانا النهاردة وحنتكلم معاك عن تفاصيل دار النشر بطريقة برايل لكن بعد من تابع هذا التقرير ألا يظن أولئك أنهم بعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب جالساً على كرسيه بجناح الأزهر الشريف مرتدياً زياه الأزهرية ومبصراً بيده لآيات القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين يقول أكرم الذي جاء من أوزباكستان أن هذه الطريقة ساعدته في حفظ ست أجزاء من القرآن وكانت طريقة سهلة لفهم كتاب الله أنا قرأت كتاب الله تعالى بهذا الأسلوب وعرفت حروف العربية وقرأت قرآن الكريم وفهمت به وحكبه تتلمذ أكرم صاحب العشرين عاماً على يد أستاذه في بلده ويؤكد أنه مستمر في حفظ القرآن بهذه الطريقة علمني أستاذي في بلدي هو اسمه دين مراد هو تتعلم في معهد الإمام البخاري المعهد في عاصمة أسباكستان تشقن هو علمني القرآن الكريم قراءته بهذا الأسلوب يعبر أكرم عن سعادته لمشاركته في معرض الكتاب ويوجه شكره للأزهر على إتاحة أول نسخة للقرآن بطريقة برايل للمكفوفين شاهدت كتب الكثيرة ورأيت أول مرة من الأزهر الشريف بطريقة برايل المصحف يعني هذا أنا لم أرى من قبل هذا يعني المصحف بطريقة برايل كان الأزهر الشريف قد أعلن عن طباعة أول نسخة من القرآن بطريقة برايل لتسهيل على المكفوفين لفهم وحفظ كتاب الله محمد الخطيب أهلا بحراتكم مرة تانية ونبدأ حوارنا مع ضيفنا دكتور محمد حسن إزاياتي صاحب أول دار نشر بطريقة برايل والمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب دكتور محمد يعني فكرة أنه يبقى فيه دار نشر للمكفوفين جات لحضرتك إزاي ويعني نفستها إزاي على أرض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم بداية قبل أي حاجة بشكر السادة الأفاضل في الإعداد لإعداد هذا التقرير لأنه فعلا شيء طيب جدا أنه الأزهر بالقيمة والقامة العريقة تفكر وتنحو هذا النحو وتبدأ في هذا الاتجاه وتحيي التقدير لكل من ساهم في إعداد التقرير وكل من ساهم في إخراج هذه النسخة إلى القارئ الكفيف فلهم مني كل التحية والتقدير بداية أود أن أحيط السادة المشاهدين علما بأن فكرة دار نشر خاصة بالمكفوفين بدأت برضو من معرض الكتاب كنت بروح معرض الكتاب زي أي زير بس طبعا مضطر أن أنا أبقى على هوى ورغبة اللي معايا لأنه ما عنديش حاجة أدور عليها أساسا فهم يقولوا لي فيه كتاب كذا آخر اللي ممكن يعني أعمله أن أبدي اهتمامي بالكتاب ده لكن لو اشتريته هأعمل بيه إيه بالزبط لو اشتريته مش هأقدر أعمل بيه أي حاجة على اعتبار أنه القراءة محتاج حد يقرأ معي فكان عندي وأنا في أول مرة رحت المعرض ثلاث أحلام الحلم الأول أن أنا أقدر ألاقي جناح خاص بالمكفوفين في معرض القاهرة الدولي الكتاب وحاولت مرارا وتكرارا والحمد لله تحقق هذا الحلم طيب هنعمل إيه في الجناح أو هنعرض إيه للناس هنقدم إيه المتلقي لابد أنه يبقى فيه هدف كان هدف مشروع الكتاب الملموس وضع الثقافة تحت أطراف أصابع كل كفيف والحلم التاني أنه نقدر ننتقي مجموعة مميزة من العنوين ينفع تطبع بطريقة برايل أو مناسبة لكافة أذواق المتلقين والمتابعين كان في ده طبعا صعوبة لأنه في حقوق الملكية الفكرية تستلزم وتستوجب علينا أن احنا نستأذن النشر أو الكاتب ومن هنا كان أحيانا كتير قوي فيه ناس بترفض وبنشكر طبعا كل اللي بيقبل وبيساعد أنه كتابه يبقى مسموح وموافق عليه أنه احنا نطبعه بطريقة برايلة من هنا جات الفكرة بقى دكتور آه تفضل طيب لما جيت تنفس بقى دار النشر دي يعني إيه الجهات اللي ساعدتك المنتجين للكتب أو دور النشر ساعدتك إزاي لتحويل الكتب دي للا تكون مصممة للقراءة بطريقة برايل للمكفوفين رد الفعل برضو الناس اللي هي حاسب بقى يعني الأصداء التجاوب مع دار النشر دي كان إزاي لا طبعا عايز أقول حياتك أنه بذلت مجهود كبير عشان أوصل لقناعة الناس أقنع الناس بأنه يوفقوا على فكرة زي كده لأنه أنا طرقت باب اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة فيه سنوات عديدة إلى أن وصلت لأنه أقدر أحقق هذا الحلم ويبقى فيه دار نشر خاصة بالمكفوفين وكتاب فعلا بيكتبوا مخصوص لطرح فكرهم عن طريق هذا الباب أو هذه المنارة الثقافية التي في بداياتها يعني وتبدو صغيرة ونتمنى أنه العناوين تزيد وتتنوع كان طبعا انتقاء الكتب كنا بدأنا بمجموعة من كتب التراث وبعدين كتب الأطفال وبعدين فيه كتب طبعا المجال الكتب الدينية المتنوعة لكن كان كتير من القراء بيطلبونا أن احنا عايزين نقرأ اللي موجود النهاردة يعني يعني ما جب ليش مثلا كتاب قديم وتقول لي أن ده أكتفي به لا كلنا بنكتفي بنحب الكتب التراث ونقرأ وننهل من مناهل الفكر الجميل وهذا الرحيق الفكري والثقافي لكن من حقه يقرأ اللي موجود النهاردة فكنا فكرنا وعملنا بالفعل مجموعة من الكتب اللي وافق أصحبها على تقدمها للمتلقي بطريقة برايل وما زلنا نبذل الجهت للاستجابة يعني المتلقي أو المتابع الكريم طيب نبقى بنا نتكلم بقى عن الأطفال المكفوفين أيضا وإزاي نحن ننمي عندهم حب الإراية والثقافة وأساسيات يعني هذا الفن والأدب شايف قد إيه ممكن نحن ننشر هذه الثقافة بحيث تبقى في متناول أطفال المكفوفين يساعد أولياء أمورهم أو الجهات اللي بتتولى رعايتهم منهم يعني يساعدوهم على التعود على القراءة وحب القراءة حقيقة إحنا ذلنا في ده جهد كده عملنا كتب جديدة موجودة بندعو المتابعين لزيارة المعرب هيلاقي كتاب لأول مرة مجسم يعني مش بس الكتاب مطبوعة بطريقة برايل مثلا لو احنا بيتكلموا على فاكهة معينة فيقدر يلمس الفاكهة دي ويتعرف عليها بأناملة بأطراف أصابعي وبعد كده يقدر يقرأ يقرأ معلومة بتتحدث حول هذه الفاكهة لو بطاقات الكائنات فيها مجموعة كائنات وحيوانات نماذج مجسمة في الكتاب يقدر يلمسها ويتعرف عليها ومن هنا عملنا كمان في ورشة عمل للأطفال للأطفال بيحضروا يقرأ ويلخصوا الكتب أو يعبروا عن رؤيتهم يقولوا لنا إيه اللي هم عايزينه مش بس كده إيه اللي مش عاجبهم في اللي احنا عاملينه عشان نتعلم برضو من أخطائنا نتعلم نستجيب للفكرة الجديدة كمان حاوبة أقول إنه بنوصل الكتب كمان للطفل لغاية مكانه يعني مش بس الخدمة مستمرة في فترة المعرض بس طبعا فترة المعرض بتبقى مناسبة طيبة لإنه احنا نقدم فكر مختلف وندرب مجموعة من الأطفال على طريقة برايل ومش بس الأطفال وندرب ذويهم يعني وصرتهم يعني بترشح لنا حد يتدرب على طريقة برايل عشان هم اللي ملازمين للطفل هم اللي متابعين للطفل وطبعا قبل كده مجموعة من الكتب فيها الطبعة البرايل مع الطبعة المرئية المنظورة بالعين فيقدر الطفل يقرأ الطفل الكفيف يقرأ وحد من ذويه يتابع اللي بيقرأه ويصحح ما يقوله تمام عندنا كمان مجلة قطر النادى اللي تابع العامة لقصور الثقافة شركة في إعداد بعض المنتجات الثقافية والقصص والكتب للأطفال يعني أعتقد أن ده جهد مشكور منها ومن وزارة الثقافة لكن هل شايف أنه محتاجين يبقى فيه يعني تنسيق بين جهات المجتمع المختلفة في مساعدة من المجتمع المدني أيضا لدعم هذا الاتجاه بالنسبة للمكفوفين في مصر طبعا مازلنا في البداية يعني احنا بنبدأ يعني عايزة أقول حياتك احنا بنعمل كتب بقالنا يجي 20 سنة لكن مازلنا في البداية ومازال الجهد جهد محتاج مزيد من التضافر الرؤى واتساق المفاهيم علشان نقدم منتج ثقافي يليق باسم مصر أنت تخبر بالك يعني وزارة الثقافة المصرية كذا مرة أؤكد أن هي وزارة الثقافة العربية مع احترامي وكامل تقديري للجميع يعني فعلا إحنا بنقدم فكر ويعني تخيل يعني لا أكد وبالغ إذا قلت لحضرتك أنه معرض القاهرة للكتاب ليه مذاق مختلف رغم كل المعارض العربية اللي موجودة لكن معرض القاهرة للكتاب يبقى ليه مذاق مختلف مع احترامي الشديد لكل المتابعين لكن ما زلنا في حاجة لتضافر مزيد من الجهود أنا عملت مجلة قبل كده للأطفال اسمها مجلة طموح وكانت مجلة يعني الحاب لها كتير من المتابعين في مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية وكان فيه مساهمة قبل كده في مجلة عملتها للقارئ العادي مجلة شاملة يعني لكن هذه الجهود لا تستمر لأن تكلفة البرايل عالية جدا تكلفة طباعة البرايل عالية فكان متوقع أن يبقى فيه دعم من أو اهتمام من الدولة مش دعم مش محتاجين دعم فلوس قد ما أنت محتاج دعم بمزيد من الاهتمام من وزارة الثقافة ومن المعنيين بهيئة الكتاب يعني خلينا أقول حياتك الناشر دايماً أو دور الناشر بيبقوا متخوفين قوي من طباعة أي كتاب لطريقة برايل لأنه مش هيتباع ومش هيكسب طب ليه ما يبقاش ليك دور اجتماعي بالزبط اه يعني بالشرط كله مكسب مع حددك يعني أنا لو أنا بشتغلت مع تقديري لكل المهن الطيبة الشريفة لو أنا اشتغلت بأي مهنة فيه دور مثلاً لو أنا سائق تاكسي بوصل الناس عايز فلوس؟ اه عايز فلوس ما فيش مشكلة لكن فيه دور لازم أفهم أنا بأدي خدمة اه بأدي خدمة اه بأدي خدمة للمجتمع احنا بنعمل كتب اه بنعمل كتب عايز تكسب وأنا كمان عايزك تكسب بس بعد إذنك فكر في الجانب الاجتماعي لأنه فيه دور لازم تؤديه نحو الدولة نحو فئة من المتميزين والمتفوقين لأنه كتير قوي من المكفوفين مهتمين بالقراءة وحب حفظ القرآن ومتابعة الكتب بسي منهم الحقيقة كتير نوابغ يعني وطبعا طه حصين يعني أبرز نموذج على ده وغيره الكثيرين أحب أقولك بمناسبة نحياتك قلت طه حصين أنا كان ليه كتاب اسمه تجديد ذكرى العميد كتاب ده بيتكلم عن طه حصين ومحبي وغير محبي ومعارضي يعني لكن عايز أقولك كان من حلم من أحلام أهم حلم من أحلام حياتي وأنا في بداية المعرض لقيت كتاب حديث الأربعاء كنت نفسي أقرأه وبالفعل إحنا طبعا بطريقة برايل يعني وكان فعلا ده حلم الأحلام اللي كنت نفسي فيها وتحققت عايز أقولك أنه حلوة قوي أنك تبقى جواك حلم وتقدر توصله وده دعوة للشباب أنه هم يهتموا ويبقى عندهم طموح ويصروا على تحقيقه عايز أقول لحياتك كمان أنه الكتب دلوقتي الخدمة اللي بنقدمها من خلال دار النشر اطلب كتابك يتواصلوا مع الجامعية ومع دار النشر يطلب مجرد العنوان الكتاب إحنا بنتولى بعد كده تنسيق مع المؤلف أو النشر ولو كانوا موافقين حفاظا على حقوق الملكية الفكرية لكافة الأطراف بنتبعوا ونوصلوا للكفيف لغاية باب بيته تمام وبالتأكيد ده حق من حقوق الإنسان يعني يمكن لما بنتكلم عن الاهتمام بدوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع أكيد ده يمكن من أبسط حقوقهم أنه يتوفر لهم طريقة الإراية المناسبة ليهم أنهم يتعلموا ويتهقفوا زيهم زي يعني كل فئات المجتمع وأعتقد أنه الدولة الحقيقة هاتمت جدا بدمج دولة الاحتياجات الخاصة وفي حاجات كتير الحقيقة هاتمت لهم الفترة الأخيرة ولا إيه رأيك؟ هو الحقيقة طبعا فيه اهتمام ملموس وملحوظ ده شيء عظيم وجميل بنشكر جهات المعنية ونشكر سيادة الرئيس على الاهتمام بذوي الهمم وتحولهم إلى طاقة إضافية منتجة فعالة وليست طاقة يعني مهملة لا بالفعل يعني فيه جهود نحو تفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع وإن كان ما زلنا نتمنى المزيد من الجهود مع احترامي وشكري وتقديري لكل الجهود التي بذلت طيب شايف إيه اللي لسه ناقصهم علشان يوصلوا فعلا لمرحلة أنهما يبقوا طاقة منتجة في المجتمع أنهما يبقوا فعلا ما فيش فرق بينه وبين أي مواطن نعايش على أرض مصر قولي إيه اللي ناقص لأنه إحنا دلوقتي كإعلان بنوصل رسالة للمشاهدين المسؤولين فيريت لو في أي حاجة مطالب تحديات صعوبات برضو نتكلم عنها الموضوع يتلخص في ثلاث كلمات تعليم تدريب تأهيل تمام ثلاث كلمات ودول إذا كان الكلمات كلها على وزن واحد لغويا يعني إلا أنهم محتاجين جهد متعدد ومتنوع يعني أتصور أنه مثلا في جانب التعليمي فيه كتير من يعني أتمنى تفعيل دول المكتبة الخاصة بمدارس المكفوفين ومدها بالكتب المتنوعة ثقافيا وفكريا لأن المكتبة هي النواة الأولى لبناء الموهبة في كافة مراحل العمر يعني الموهبة بتبدأ من الطفولة إذا ما نمتهاش فالزرعة مش هتكبر نروح للتدريب الجانب التكنولوجي فيه مفروض أن يبقى فيه مزيد من تدريب المكفوفين والجهات اللي تضربهم على استخدام التكنولوجي والكمبيوتر والأكسسيباليتي يعني اللي هي تسهل للكفيف التعامل مع السكيني ريدرز القارئات الشاشة ويقدر يكتب حتى يتجاوز بقى مرحلة أنه في الجامعة يبقى محتاج مرافق يكتب له لا يقدر يكتب ويخلي التعبير النابع من جواه والإجابة اللي هو كتبها يقدر يتحقق ويتثبت من أنه اللي هو عايزه هو كتب بالفعل ويقدر يراجع يعني مثلا أنا أيام ما كنت في الجامعة كان فيه مرافق كنت ما بقى صدق أخلص أحاول أراجع ببقاش فيه وقت حتى أن أنا راجع أعرف إلا أنا قلته ده هو كتب ولا لأ ولذلك كان فيه كتير من الأحوال تلاقي التقدير يختلف عن اللي أنت كنت بتقوله تمام أما التأهيل بقى تدريب وتعليم بيتكامل معاهم المثلث ده محتاج تأهيل للكفيف عشان حتى نقدر نؤهله نفسيا ويبقى فيه التهيئة اللي هي بيها يقدر يواجه فرص العمل الحقيقية مش العمل اللي هو أقول له تعين 5% ويروح المكان الفلاني وما يشتغلش لا أنا عايز يتضرب على فرص عمل حقيقية ويشتغل وياته كالسب بالضبط بالفعل بالضبط وإن شاء الله نتمنى أنه يعني يبرز من متحدي الإعاقة نبغين في كل المجالات زي ما نبغوا في الرياضة في الفنون المختلفة في الأدب أيضا يبقى عندنا الحقيقة أعبقرة ورواد في العالم كله من متحدي الإعاقة اللي ندوم فعلا الأولى بالرعاية من جانب الدولة ومن كل جهات المجتمع الحقيقة بشكورك جدا دكتور محمد حسن زياتي صاحب أول دار نشر بطريقة برايل ومشارك في معرض القاهرة الدولية الكتاب وإن شاء الله تكون بداية لتعدد هذه الأجنحة الخاصة بمتحدي الإعاقة ومكفوفين تحديدا في دورات القادمة من المعرض ويبقى فيه دمج ومشاركة لهم أكبر مش بس من خلال الأجنحة من خلال أيضا الندوات والمشاركات التقافية والأدبية بشكرا لحظيتك والأستاذ المتابع ومشاهدين وبشكر مشاهدين على حسن المتابعة ولست فقرات هذا الصباح مستمرة مع حضراتك وخليكوا معنا